بسم الله الرحمن الرحيم انا بكم في قناة تفسير احلام والركيا الشرعية النهاردة هنتكلم عن رؤية لبس الملابس وبالاخص الملابس الطويلة لما يشوف الرأي انه بيرتدي ملابس طويلة في المنام اولا من الرؤية المبشرة للشخص بحصوله على مال وحصوله على مصدر رزق جديد ليه وهيكون المصدر ده مصدر حلال كمان لما نشوف الشخص انه لابس ملابس طويلة من الرؤية اللي بتدل على مكانة مرموقة هيحصل عليها الرأي في عمله على ترقية والترقية دي او المنصب ده هيكون سبب فيه فرحة ليه وفيه سعادة كمان من الرموز اللي احيان بتدل على حصول الشخص على مكانة بين الناس الملابس الطويلة كمان من الرموز اللي بتدل على سعة في الرزق وعلى حياة سعيدة وكمان على استقرار الملابس الطويلة من الرموز اللي بتدل على تيسير في حال الرأي كمان بشارة بحمل لو كانت امرأة متزوجة بتسعى لحمل رؤية الملابس الطويلة الكتير في المنام فدي من الرموز اللي بتدل على مال كتير هيحصل عليه الرأي وكمان على زرية الملابس الطويلة كمان من الرموز اللي بتدل على فرحة وعلى بهجة قادمة للرأي اما نشوف ان في حد بيهدينا بملابس طويلة فمن الرؤى اللي بتدل على نجاح الرأي في حياته سواء في عمله او في حياته الشخصية كمان من الرموز اللي بتدل على رزق على حصوله على عمل جديد او وصيفة جديدة وهتكون وصيفة مرموقة كل مكان الهدوم اللي هو حصل عليها او الملابس اللي حصل عليها غالية كل مكان العمل هيكون مرموك اكتر كمان من الرموز اللي بتدل على مكانة مرموقة كمان شراء الملابس الطويلة من الرموز اللي بتدل على الصفر وعلى دخول الرأي في مرحلة جديدة في حياته المرحلة دي هتكون فيها سعادة وهتكون فيها فرحة برضو اهداء الملابس او السوب الطويل من الرموز اللي بتدل على الزواج سواء كان رجل او امرأة اللي شاف الرؤية دي كمان الملابس الواسعة الملابس الواسعة الطويلة الواسعة برضو من الرؤية اللي بتدل على الساعة في الرزق وكمان على الزواج القريب سواء برضو رجل او امرأة والزواج من شخص ليه سمعة طيبة وكمان هيكون سبب في اسعاد الشريك وكمان هيكون في حياة كريمة ما بينهم كمان ما يشوف الشخص انه لابس ملابس واسعة وملابس طويلة فبرضو من الرموز اللي بدل على استقرار في الحياة الزوجية وترابط بين الزوج والزوجة لما يشوف انه هو لابس ملابس طويلة ولكن الملابس دي ممزقة او مقطوعة فللأسف من الرموز اللي بتدل على الفقر او على خسارة مال او خسارة عمل لما يشوف الشخص انه لابس ملابس واسعة وملابس طويلة فده بشارة برفاهية وبشارة بحياة كريمة وكمان بنجاح وبتفوق لو كان طالب فمن الرؤى اللي بتدل على نجاحه وتفوقه في الدراسة لما يشوف المرأة المتزوجة ان زوجها بهديها بملابس واسعة وبملابس فتفاضة وملابس طويلة فبشارة لها بالحمل وقدوم زرية والزرية دي هتكون زرية صلحة وعلى خلق وهتكون سبب في اسعادها او في فرحة لها الفتاة العزباء ما تشوف ان هي لابسها ملابس طويلة وملابس واسعة وفتفاضة وشكلها حلو فمن الرؤى المبشرة لها باقتراب زوجها واقتراب زوجها من شخص صالح كمان من الرموز لو كانت هي بتبحث عن وظيفة او عن عمل فمن الرؤى اللي بتدل على حصولها على وظيفة جديدة كمان من الرموز اللي بتدل على سعف رزقها اللي كانت هي بتعمل وقدوم رزق وقدوم مال الملابس الطويلة لما نشوف ان فيه حد بيهديها بملابس طويلة لو كان هو صديق فمن الرؤى اللي بتدل على حب وترابط بينه وبين الفتاة كمان احيانا لو كان هو مديرها في العمل من الرموز اللي بتدل على ترقية هتحصل عليها في عملها الملابس الطويلة والواسعة من الرموز المبشرة بشكل عام بتحسن في احوالها المالية المرأة المتزوجة لما نشوف ان هي لابسة ملابس طويلة فتسعة في رزقها وكمان رفاهية وتحسن في احوال عائلتها بشكل عام وتحسن في علاقتها مع زوجها او مع ابنائها كمان لما تشوف المرأة انها لابسة ملابس بسعة لو كانت بتدور على وظيفة فمن الرؤى اللي بتدل على حصولها على وظيفة سواء ليها او لزوجها كمان الملابس الطويلة للمرأة الحامل فده لما يشوف انها جديدة فبشرة بقدوم خير وبقدوم فرحة ببهجة كمان بتيسير في الولادة بالصحة لها ولي طفلها كمان لما تشوف ان هي لابسة ملابس طويلة فمن الرموز اللي احيانا بتدل على ولادتها لزقر والله اعلى واعلى كمان لما تشوف انها لابسة ان في حد بيهديها بملابس طويلة او تشوف ان هي اشتارتها وكانت الالوان بتاعتها خاصة بالاناس فمن الرؤى اللي بتدل على ان جابها لانسة كمان الملابس الطويلة للمرأة الحامل بتكون بشارة بسعة في رزق خاص بزوجها لما يشوف الشخص ان القم بس هو اللي طويل رؤية القم الطويل في المنام من الرؤى اللي بتدل على الزواج زواج كان رجل او امرأة من الرموز اللي بتدل على تحقيق رغبات وتحقيق امنيات كمان القم الطويل من الرموز اللي بتدل على زرية وعلى زرية كتيرة او زرية يعني قصرة الزرية كمان القم الطويل برضو من الرموز اللي بتدل على السمعة طيبة للرأي ده كده باختصار اهم التفسيرات المتعلقة برؤية الملابس الطويلة او الملابس الوسعة في المنام اتكلمنا عنها بشكل عام كمان عرفنا معناها للفتاة العسباء للمرأة الحامل للمتزوجة ولي الرجل بتمنى ان يكون الفيديو عجبكم لو في اي سؤال او استفسار اكتبوا لي تحت انا ان شاء الله هرد عليكم بشكركوا جدا واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد مع السلامة